أجيال دايماً بتسلم أجيال لما بنيجي نتكلم مع حضراتكم من خلال قناة نادي الأهلي لازم تبقوا حضراتكم عارفين إن إحنا لما بنتكلم وبنقول حاجة بيبقى عندنا كالعادة دايماً معلومات مهمة ولكن لأن إنت بتشتغل في مؤسسة حضرتك ما بتشتغلش كقناة نادي الأهلي أو كإعلام نادي الأهلي بتشتغل كل واحد لوحده إحنا مش في جزر منعزلة كل واحد بيطلع يقول اللي هو عايزه أو بيطلع يتكلم بالطريقة اللي هو عايزها أنت في الآخر بتنتمي لمؤسسة وكيان كبير اسمه كيان النادي الأهلي ومؤسسة النادي الأهلي مؤسسة النادي الأهلي عندما تتحرك بيتحرك كل اللي شغالين في المؤسسة أو كل اللي شغالين مع مؤسسة النادي الأهلي إعلام مرئي، إعلام مسموع، إعلام من خلال السوشال ميديا كل المؤسسات الكبيرة بتشتغل بهذا الشكل فلما بنتلع نتكلم احنا دايما بناخد بالنا من كلامنا داخل قناة النادي الأهلي او في اعلام النادي الأهلي الرسمي بشكل عام لما بنتلع نتكلم لما بيبقى فيه تحرك معين خصوصا عندما يخص امور كبيرة وحدثت النادي الأهلي عمره ما بيسيب حقه النادي الأهلي عمره ما بيسيب حقه النادي الأهلي دايما بيحافظ على حقوقه اولا حقوق بلده وحقوقه وحقوق أبنائه ولاعبيه دائما عمرنا ما شفنا النادي الأهلي ما بيتخذش مواقف واضحة وصريحة وقوية عشان بلده او عشان أبنائه اللي موجودين اللاعبين اللاعبين يعني فانبارح كلمت وانا بتكلم مع حضراتكم ايه عم اسلام انت طالع تطبل لمجلس الإدارة ده مجلس الإدارة ده مش عارف بتطبلوله ليه وبتعملوله ليه اجماعة احنا ما بنتطبلش لحد احنا بنتكلم زي ما قلت لحضراتكم لما بنيجي نتكلم بنتكلم لان دي مؤسسة كبيرة جدا 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 سبعين او تمانين مليون اهلاوي بينتموا لهذه المؤسسة الجمعية العمومية للنادي الأهلي والجمعية العامة للنادي الأهلي فلما اي حد بيطلع يتكلف بشكل رسمي لازم يبقى فيه الكلمة بالميزان محسوبة لان الكلمة اللي بتصدر على قناة النادي الأهلي او الموقع الرسمي للنادي الأهلي او مجلة النادي الأهلي فهي كلمة رسمية ما ينفعش احنا نتخذ موقف مختلف لازم نتخذ الموقف الرسمي الاساسي اللي صادر عن مجلس ادارة النادي الأهلي اللي حضراتكم هتسمعوه دلوقتي ودي كان العادة دايما بدايتنا النادي الأهلي النهاردة كان فيه تطورات كبيرة وانا قلت لحضراتكم بارح يا جماعة ما تستعجلوش يا جمهور الاهلي ما تستعجلوش انتظروا حيحصل حاجة مهمة انتظروا كلام ده انا قلتم بارح ومع ذلك دخل بعض من لا يشجع النادي الأهلي اه طب ويعملوا كلام اللي حضراتكم عارفينه ده ولكن انا في النهاية ما بشغلش بالي لان انا بنتمي لهذه المؤسسة عموما هي تطورات كبيرة جدا حدثت داخل النادي الأهلي حنبدأها من هذا الخبر تقدم النادي الأهلي صباح اليوم بشكوى للاتحاد الافريقي لكرة القدم ضد نادي الهلال السوداني بسبب ما تعرض له فريق الأهلي من اعتداءات وتجاوزات تنافي كل الأخلاق الرياضية واللوائح المنظمة للعبة كرة القدم ذلك قبل واثناء وبعد المباراة التي جرت بين الفريقين يوم السبت الماضي في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطول الدوري أبطال إفريقي أو رابطة الأبطال وجاء في شكوى النادي الأهلي أثناء المران الوحيد لفريقنا في ملعب الجوهر الزرقاء يوم الجمعة الماضي قام بعض مشجعي نادي الهلال باقتحام الملعب وقذف الألعاب النارية على اللاعبين في حضور ممثل الكاف الذي قام بمعاينة الأجسام المقذوفة وتدوين الواقع في تقريره بإقامة كاف رغم قراره ذات المباراة بدون حضور جماهيري نظرا لعدم توافر شروط السلامة في هذا الملعب وإبلاغ النادي الأهلي بذلك لأن نادي الهلال لم يلتزم بهذا القرار وسمحه لما يزيد على ألف متفرج من جماهيره بحضور المباراة كما أنه لم يلتزم بتوفير وسائل انتقال آمنة ولائقة لفريقنا وكذلك غرق غرفة ملابس لاعب الأهلي بمياه الصرف الصحي عقب المباراة عندما نزل الطاقم الطبي لفريق الهلال لعلاج أحد لاعبي أثناء المباراة قام أحد أفراد هذا الطاقم بالاعتداء على لاعب النادي الأهلي محمد عبد المنعم بإحدى الأدوات الطبية وترتب على ذلك قيام حكم المباراة بإشهار البطاقة الحمراء له وكان يستوجب مغادرة الملعب نهائيا إلا أنه أصر على البقاء على مقاعد بودلاء فريق الهلال حتى نهاية المباراة وراح يوكيل السباب والشتائم لحارسنا محمد الشناوي وحاول الاعتداء عليه أثناء خروجه وعقب نهاية اللقاء قام أحد أفراد الطاقم الإداري لفريق الهلال بالاعتداء والضرب على لاعبنا علي لطفي وآخر اعتدى على لاعبنا حمدي فتحي في مشهد بعيد عن الأخلاق الرياضية لم يوفر نادي الهلال تأمين السلامة لفريقنا وقام مشجعوه الذين تواجدوا في ملعب بالمخالفة لقرار الكاف بالتجاوز في حق رئيس وفد النادي الأهلي وطاقم السفارة المصرية بالسودان والاعتداء على لاعبنا أثناء مغادرتهم الملعب وفي الممر المؤدي لغرف الملابس ما حدث في ملعب نادي الهلال يوم السبت الماضي هو سيناريو تكرر مرات من قبل وتعرض لاعب النادي الأهلي للخطر في مباراة سابقة أقيمت ما بين الفريقين بالسودان يوم 1-2-2020 عندما اقتحمت جماهير الهلال ملعب المباراة ورفض النادي الأهلي التصعيد في ذلك الوقت حرصا على العلاقات الطيبة ما بين الأندية والرسالة السامية للعبة كرة القدم ما بين الشعوب الأمر متكرر وتجاوز كل الحدود ننتظر تدخلكم العاجل وتطبيق اللوايح والقوانين حرصا على نجاح مصابقات الكاف ده كان البيان الرسمي للنادي الأهلي اللي صدر النهاردة وزي ما قلت لحضراتكم دائما عندما لما تكون بتشتغل في مؤسسة لازم لازم لما نجي نتكلم في هذا الأمر يجب أن يكون هناك اتفاق في مجلس إدارة النادي أو في مجلس إدارة أي مؤسسة كبيرة بتعمل بهذا الشكل لازم يكون فيه اتفاق الأول وبعد كده كل الناس تتكلم زي ما حضراتكم شايفين ولازم نعلق على هذا الكلام لأنه بالتأكيد النادي الأهلي هو كبير الرياضة المصرية والإفريقية كلام ده أنا قلته مبارح المصرية والإفريقية والعربية بشعبيته وبجماهيره وبفطولاته وكل حاجة وزي ما الدنيا كلها بتقول الأهلي مش إسلام اللي بيقول ولا جمهور النادي الأهلي اللي بيقول ولكن دنيا كلها بتقول هذا الكلام الأهلي هو واجهة الرياضة المصرية